في مكة ذوى صوت عبر ما بين المقام وبين الحجر وتسال قوم ترام الخبر قيل قد أعلن الإسلام عمر استجاه الإله لخير البشر وأعز الدين فكان عمر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع الحلقة الثالثة بفضل الله سبحانه وتعالى من سيرة عمر رضي الله عنه حلقة السابقة ذكرت أن لقب عمر هو الفاروق وأن ما جاء من أثار أن الذي سماه بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام في أسانيدها مقال وأن كنيته أبو حفص والحفص هو الشبل يعني ابن الأسد الصغير وأيضا ما ورد من أثار أن الذي سماه هو النبي عليه الصلاة والسلام لم تصح هذه الأثار أنا في الحلقات أحاول الاكتفاء على ما صح في سيرة عمر رضي الله عنه أو على الأقل ما فيه خلاف بين أهل العلم يعني لم يتفقوا على ضعفه وإنما حسنه بعضهم وضعفه بعضهم وهذا من المسائل الاكتهادية فأنا أحاول بقدر الإمكان أن يكون كلامي عن سيرة عمر رضي الله عنه تدور بين هذا بين الصحيح وبين المختلف في الحكم على درجته ما بين الصحة والضعف متى أسلم عمر رضي الله عنه؟ رأينا نسبه من بني عدي وأنه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن لؤي جد السابع أو الثامن على خلاف الروايات في ذلك وأن أمه من بني مخزوم من أشراف قريش أيضا هي أخت أبي جهل من أبو جهل كان خالل عمر رضي الله عنه وابنة عم خالد بن الوليد رضي الله عنه متى أسلم عمر رضي الله عنه؟ متى ولد عمر قبل إسلام عمر؟ متى ولد عمر رضي الله عنه؟ اختلفت الروايات في السنة التي ولد فيها عمر رضي الله عنه لكني أرى أن أقرب الروايات أنصح الروايات هو أنه ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة عام الفيل هو العام الذي ولد فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون ما بين عمر رضي الله عنه وما بين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة وهذا رجحته لأن عمر مات في الثالثة والستين من عمري وهو قد عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة لذا رجحته أن عمر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل أي بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث عشرة سنة والله أعلم وعمر كانت له مكانة عند قريش قبل إسلامي فهو كان يتولى السفارة أي لما كان والمنافرة ينافر ما بين القبائل والمفاخرة فكان عمر وخاله أبو جه فكان إذا أرادت قريش أن تفاخر ما بين القبائل فكان عمر من هؤلاء الذين يتولون هذا أنه يفاخر عن قريش ينافع عن قريش يبين فضل قريش وهو كانت له مكانة عند قريش رضي الله عنه وعمر كان يرعى الغنم في صغره لبني مخزوم وكان أبوه الخطاب شديدا عليه قاسيا عليه فهذه الشدة من والدي وإضافة إلى رعي الغنم علم عمر الحكمة في رعي الغنم ونحن نعلم أنه ما من نبي إلا ما قد رعى الغنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتعلم عمر الحكمة وتعلم كيف يتحمل الشدائد من شدة أبيه عليه متى أسلم عمر رضي الله عنه وكيف أسلم عمر رضي الله عنه حقيقة الروايات التي وردت في السنة التي أسلم فيها عمر متعددة تقيل في العام الخامس في العام السادس في العام السابع وقيل غير ذلك لكن عمر رضي الله عنه قال أنه أسلم وكان قد أسلم قبله تسعة وثلاثون من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فكان هو الذي بلغ العدد به الأربعين فإذا كان سواء أسلم في الخامس أو السادس كان من أوائل الذين أسلموا وكان من دخل قبله إلى الإسلام تسعة وثلاثون وهو أتمهم الأربعين رضي الله عنهم كيف أسلم عمر رضي الله عنه الروايات التي وردت في كيفية إسلام عمر كلها في أسانيدها مقاد ولا تتعجب لأن دائما تأتينا ملاحظات أو بعضهم يعلق يقول وكيف هذه الأسار تكون غير صحيحة وهي في كتب السير والتواريخ فأقول وأذكر دائما وهذا من المتعارف عليه عند أهل العلم عند طلبة العلم فهذه قواعد هذه قواعد ربما تكون غائبة عن غير طلبة العلم لأنه ينظر إلى المسألة يقول أثر في كتب التاريخ كتب المغازي كتب السير كيف لا يكونوا صحيحا لأن هؤلاء العلماء لم يشترطوا الصح في كتب السير ولا في كتب التواريخ وإنما هم يأتون بالأثر بسنده وهذه كانت طريقة معروفة عند أهل العلم طالما جاء لك بالسند معناه أنه بارئة من من السند يعني من الأثر يعني بارئة معناه أنه طالما جاء لك بالسند يبقى أحالك إلى السند أحالك إلى السند هذا معروف عند طلبة العلم طالما طالما أن الأثر جاء بسنده فعلا من ينظر إلى الأثر أن ينظر إلى السندي لكن لما غاب هذا فالناس أخذوا يعني يأخذون كل ما ورد يقول لهو عند الطبري في التاريخ مثلا أو عند ابن كسير في البداية والنهاية وهؤلاء علماء كبار لكن هم ما اشترطوا أن يضعوا في كتب تواريخهم الصحيحة فقط وإنما هم والطبري ذكر ذلك في المقدم طالما ذكر لك الأثر فقد أحالك فقد أحالك كما هو أن أحالك إلى السند والحكم على على السند فالأثر التي وردت في إسلام عمر رضي الله عنه وكيف أسلم عمر رضي الله عنه كلها في أسانيدها مقال والمشهور طبعا جدا عند الناس أنه دخل على أخته وكان ابن مسعود يقرئها القرآن القرآن هي وزوجها وأن عمر دخل واختبأ ابن مسعود ولما أراد أن يقرأ يعني يمسك الذي الذي ورقة المكتوب فيها القرآن لو كانت ورقة وقتها فقالت لا تفعل إنك يغتسل أولا وجاء ابن مسعود وقرئ عليه طاها فهذا الأثر ليس بصحيح ليس بصحيح وضعافه أهل العلم رغم شهرته والشهرة ليست دليلا على صحة الأثر على صحة الأثر ربما يعني لو نظرنا إلى هذه الأثر يكون الأقرب إليها رغم أنه مرسل هو أن عمر رضي الله عنه أسلم لما سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأثر يرويه شريح أن عمر رضي الله عنه قال أردت أن أؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة أني أراد وعمر كان شديدا على المسلمين وفي إذاء المسلمين كما سنرى فقال أردت أن أؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت أتتبعه يؤذي بأي طريقة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يسير فصار خلفه فاختبأ رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فاختبأ ليرى ويسمع ماذا يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة صلى وعمر كان مختبئا فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام من سورة الحاقة فلما سمع عمر رضي الله عنه يعني سورة الحاقة قال بينه وبين نفسه هذا كلام شاعر فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فقال عمر بينه وبين نفسه فلما ليس بقول شاعر هو كاهن قول كاهن فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون قال فوقع الإسلام في قلبي لما سمع الآيات وتخيل أنت أن الذي يقرأ عليك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما سمع الآيات من رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل القرآن في قلبه وفي عقله ودخل الإسلام إلى قلبه رضي الله عنه وكانت هذه بداية إسلامه لكن كما ذكرت في أول الكلام إن الآثار التي ورد عن كيفية إسلام عمر هذه الآثار كلها في أسانيدها مقال لكن بمجموعها تدل على أن عمر رضي الله عنه أسلم لما استمع لكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا سنواصل الحديث عنه بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مكة ذوى صوت عبر ما بين المقام وبين الحجر وتساءل قوم ترام الخبر قيل قد أعلن الإسلام عمر استجاه الهله للخير البشر وأعسى الدين فكان عمر وأعسى الدين فكان عمر